رجل زنى بامرأة ثم حملت وتزوجها وصقط الجنين فما حكم الزواج طيب الزنا اللو الحرام طبعا ده مبجوز لقوله تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني البيعمة الواحدة من الثلاثة دين يدعو غير الله زي جماعة دين يدعو غير الله دين شغلتهم وإس اتنين أو يزني أو يقتل نفسي محرمة أي أن كانت هذه النفس المحرمة نفس مؤمنة أو نفس من غير المؤمنين معصوم الدم المستأمن الكافر القاعد في بلد المسلمين أو الكافر الداخل بعهد غيره البعمة الواحدة من الثلاثة دين ربنا قال يلقى أثامى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة دا حرام بالنسبة لأنه زول زنة بامرأة وطبعا الجماعة عندهم برنامجة جودية أول ما لما فيها زنة بيها وخلاص امتهى من موضوعه الجماعة يقول لك لموا الموضوع لموا وعرزوا لهم مش يعقدوا لهم ويعقدوا لهم والبيت حامل دا ما بجوز دا عقد محرم لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلوهن يعني الأجل بتاع انقضاء العدة أن يضعن حملهن امرأة حامل ما وضعت الحمل بتاعه عدة من قضت منتهت لم يعرف خلوة الرحم وبراءة الرحم ونقاء الرحم كيف تتزوج كيف تتزوج وهي حامل هذا الزواج زواج محرم لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسقي حرثك ماء ولا تسقي ماء كحرثة غيرك الماء المقصود به ماء الرجل المنيع والحرز مقصود به إنه الرحم بتاع المرأة لو كان فيه هدنين دوة دا زيه زي الأرض هل في زراعة ما تسقي مويتك أنت الأطل مزروعة زراعة غيرك فلا يجوز إطلاقاً إنه يتزوج بإمرأة وهي شنو وهي حامل ابقى دا حرام برضو بعد ذاك سقط الجنين الجنين لو سقطوهم مصيبة ولو سقط براو يكون خلاص بعد ذاك التبعات ما ترتبت عليهم وإلا في ناثبت يعملوا جرائم تانية يمشوا يسقطوا الجنين ودي جريمة أو البكتلوه دي جريمة وكل جرائم مركبة فوق بعض على كل حال دا من الحرام ومفجوز طيب قال سمعت أحد الدعاة الحزبيين يقول إذا أطلقت كلمة التصوف فتعني الزهد وإذا أو إذا أطفقت كلمة الطريقة فتعني الزهد فهل هذا صحيح هذا كذب الزهد ما عنده علاقة مع طريقة ولا عنده علاقة مع تصوف ولا عنده علاقة مع مع حزب ولا جماعة ولا طائفة الزهد عبادة من العبادات الجليلة موجودة في الإسلام قبل ما توجد أي طريقة من الطرق قبل ما تجد الطرق دي الطرق دي كلها اللي دخلت على الإسلام دخلت بعد القرن الثالث الهجري أول زول دخل مصطلح التصوف دا بعد القرن الثالث بعد القرون المفضلة وأما الزهد كعبادة ومرتبة الإحسان كعبادة جليلة جدا فوق مرتبة مرتبة الإيمان وفوق مرتبة الإسلام دي شرع النبي عليه الصلاة والسلام وموجودة من الأول عشان كده ما يزال يقول لك يا أخي وأنا عشان أبقى زاهد لا بد أتصوف لا أبدا أنت دار تزهد أزهد يا أخي أرجع للحديث حديث سهل ابن سعد السعدي جال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار لي عمل أعمل يحبني الله يحبوني الناس ما في مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام قال له إزهد في الدنيا يحبك الله الدنيا إزهد فيها ربنا سبحانه وتعالى بحبك لأنه زول المتعلق بالدنيا ما عنده نصيب إلا دنيا هذه ربنا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ده زول الدائرة الدنيا أي رات الواصلية الدنيا ده ما عنده أي حاجة عند الله وعلى أي حال قال لو ازهد في الدنيا يحبك الله إما تكون أنت الدنيا ذي قال عام منها ودائر ما عند الله ودائر الدارة الآخرة وما مستكبر في الأرض ولا ظلم متعالي على الناس إنما أنت دارل عند الله ربنا سبحانه وتعالى بحبك قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس شكرا ستتفقد الناس اللي حوالينك الزول بيتتكيف له دائما بيكون زول عفيف فقدر منك حاجة ما تتعود تميد يدك للناس وشفتها مادة اليد دي اللي بعلمك ليك لو أنت بجيت في عقيدة من عقايدة الغوم لأنه دي الأولي الصالح عندهم الصالح القاطع ده اللي بيقعد ده في تبروغة والجماعة تجيبون العدان بيشتغل ما بيشتغل بيأكلوا قاعد في محلو ويقول لك أبو يا الشيخ أكل هالناس الكسرة كويس الكسرة جابة من وين بيشتغل زارع في الخلا هو ما زارع شايل طوريته بيمرق مع الرجال لا دي فرش ببيع في السوق زي الرجال لا دي خديم زي الرجال لا بيشتغل شلو قاعد في التبروغة دي بيجيب ده بيتخدته داك بيجيب بياض بخدته دا بجيب عطود بيربطوا في الزريبة بتاعة الشيخ واحد بيجيب له دفاي بتاعيش بنزله في المخزن بتاع الشيخ إذا ما شغال دا ما أكلهم الناس أكلوا رقبتهم براهم لكن مساكين يأكلوا الشيخ ويحلفوا به شفت المساكين يأكلوهم ويجيقوا لك دينا الرزق الرزق يأتوهم هجيبتوه قد تهدوه في المخزن هناك عشان كده ما تميدي يدك وزهد في ما عند الناس الرسل كلهم بيقولوا لأقومهم قل لا أسألكم عليه أجر لا أسألكم عليه ما لا ما دار منكم حاجة ما دار الرسل ليل بيأين يبلغوا للناس دين وانت كداعية در تبلغ للناس الدين ما تميدي يدك لزول كلم العلم دا إذا علمتم مجاني تعلموا للناس مجاني قل لا أسألكم عليه أجر لا أسألكم عليه مال اللي بقى نجيب اللي بقى نجيب بعد ما تنتهي الحلقة ما يقول للناس جيبوا خمسة جنيه اللي بقى نجيب ويزدزوه ذاته وزهد في ما عند الناس ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام وزهد في ما عند الناس يحبك الناس ما تبقى دور التجاري لعند الناس خليك عفيف يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة للمدينة مهاجر ومعه صديقه وحب الناس إليه من هذه الدنيا الفانية أوبكر الصديق رضي الله عنه أوبكر الصديق لما سمع بالهجرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له والصحبة يا رسول الله الصحبة أنا صحبك أهاجر معك الصحبة يا رسول الله قال نعم يا أبا بكر أوبكر الصديق مشى أعدى راحلتين راحلتين اتنين وعلف تمام كلف كلفجب وجهز عشان يهاجر بيه هو والنبي صلى الله وسلم لمن جوت على العيل للهجرة النبي صلى الله وسلم قال له بل اشتريها منك يا أبا بك أنا قدي باشتريها منك نبي حقي ما تميد يدك للناس ما تتزلل يزول ما في زل عندك حاجة ما في زل عندك حاجة في الدنيا كلها من أول لآخرة النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم واعلم ان الامة لو اتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك فكيء شيخ اي حاجة ما ينفعك الا بما كتب لك الله ولو اتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء كد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. تاني في حاجة? ابوك الشيء عندي ما عندي اي حاجة يا اخي. ربنا قال في الاية تلاتة من صورة الفرقان واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفوسهم خد بالك لمنوح اي رقبتك ولا يملكون لانفوسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ده عنده لك اتحاجة? ليه رقبتك? قل لك ابو يا الشيخ اسيدنا الشيخ بيسوي اشنو? الله قال لك لا يملكون لانفوسهم. ليه رقبتك ما يملك ليه كده? عشان كده كان من الزود البحببك ريالله تقنع من الدنيا. مش تقنع منها معناه تفك البيت بتاعك ها? وهالقراشات بتاعك تشيل انت جدعين وتمشي تسكن لك في خرابة وتلبس لك هدو مقطعات وتبقى وصخان ومعثل جعان لما معناه كده. ابدا. تقنع منا في قلب الجوة. يعني ما تحارب اخوك عشان الدنيا. ولا تكاتل الناس عشان الدنيا. ولا تسيء للناس عشان الدنيا. ولا تسب الناس وتنبزهم عشان الدنيا. تقول بالله شوى المجطعين الجعانين البغازي دي لك ده المفلسين. ناس الحاجوسب ما عندهم شيء. ونحنا اولادة المنشية. ونحنا اولاد وين? ده 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 الزهود كده. ان الدنيا دي ما تكون فيصل بينك وبين الناس. ما تكون هي المقياس في قلبك. الدنيا ما عندها قيمة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومعاه اصحابه على جدي. جدي. الجدي ده يعني العتوت. ده ولد الغنماء الجدي. اسك. اسك يعني اكرت. بتاعرف العتوت الاكرت. في عتان عند الناقر احنا مرز بهاين. العتوت بلدو اضانه في صيرة. وصيرونه كده الاعظام بتاعته. ده ما بتوسم في اضانه ذاته. كان دار يوسموه. الوسم بتاع الاضان داك ما بتوسم. بيناته قصار. ده في عيب. كان جيته عرضته في السوق. جبت واحد اكرت واحد اضناه طوال. الاضناه طوال ده بيشتروه سريع. والاكرت داك بيخلوه. فالجدي ده ميت. واكرت ده انه صغيرونه. كويس? النبي صلى الله عليه وسلم قال له من يستري هادا بدينار. دينار. ادايروا منو? الجدي ده. قالوا اوه. وما نفعلوا بهادا يا رسول الله. قال من يأخذ هادا. مجرد اناره. شيلوا ساي منوه. قول له يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه. لو حيا اكرت. ما نفعل? لو حيا اكرت. قال للدنيا عند الله اهول من هذا عليكم. الدنيا اللي عند الله هو من هذا عليكم. شكرا قال لك ازهد. في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس. يحبك الناس. ده الزهود. الزهود ده. ده. الكلام اللي بقول فيه انا ده. ده جاب التصوف. عشان يجي داعي المسكين ده ده ما الدوق رشين. ده ما الدوق رشين. شاكيد النبي صلى الله سلام قال تعيسى عبدالدينار. هنا ايه? تعيسى عبدالدرهم. تعيسى عبدالخميصة هدوم. تعيسى عبدالخميلة. دي هدوم. قال تعيسى وانتكس. واذا شيك فلن توقش. اه? ده ما نافع. جاري وراكله. الجاري ورا الهيد ما يلبسوه. يا اخي واحد ضل ومشى مع التكفيريين وشغل معاهم وبأيدهم. يوم من الايام سألوه. زول كان داعي بتاع توحيد. بمسك المايك ده بتكلم عن حق الله. قبل اليوم. بمسك المايك بتكلم عن حق الله. توحيد نظيف. اه? اول ما سألو. شايل له شال. وراكب له عربية. قال لهم. الشال ده الدونية والجماعة ديلك التكفيرين. الشال ده الدونية الجماعة عيتوا ديتهم اشنو? بيشال? تبيع دينك بيشال? يا الامام البخاري عليه رحمة الله. يوم من الايام ركب البحر. مسافر. ومعه الف دينار. الزمن داك ده دي قروش تغيلة جدا. اجعز تاجر ما عنده. قروش تغيلة. شايلة لأي انت قاهل? دي كانزة للدنيا لا. شايلة شايمشان يمشي يتقوت بها على طلب العلم. عشان يمشي يطلب العلم ما يشحد زول. قروشه معاو ويطلب العلم وينفق على نفسه. ده موضوعه كله. ركب البحر. واحد من الناس الفي السفينة يتملغ له. ده صاحبه كله مرة يجيقوا على جنبه. ويتملغ له. لحد ما صاحب البخاري. والبخاري يعجب به جدا. واطمأن له. ارتحت له نفسه. لحد ما سارروا بالاخبار الخفية اللي عنده. لحد ما فيني يكلموا بالقروش بتاعته. قال لكم عندي قروش عشرين الف دينار قعدة كده كده من حال فلاني. اها. بعد ذات دك ما مكر. مجيب. قعد كم يوم بعد شوية قعد يقورك في السفينة. اوهو. جرب الكواريك. ما لك يا زل。 قال اني فقدت عشرين الف دينار. فلا اجدها. قعد ايصيح. الامام البخاري دخل في حرج عظيم جدا. اكان مشوا فتشوا السفينة وليقول قروش عنده مشكلة. هيطلعوا الامام البخاري ده حرامي. كويس. فطوالي مشوا لعمال والشرطة بتاعت السفينة مشى لهم الزول دا قال لهم فتشوا السفينة بدوا يفتشوا شفاء من هناك الامام البخاري شعلا العشرين الف دينار بتاعته كلها الجامعة القلوشة التقيلة وبراحة رماجه البحر شوف العملية العملة شعلا ورماجه البحر دين عمينا ليه ها شان تعرف شوف الناس بيغيموا الدنيا كيف وجماعتك ديال بيغيموا الدنيا كيف شاء لك يا دا عجوها البحر وقعد جوا يفتشوا زولك داك ما لابت لما نجي يفتشوا البخاري دار يعرف انه البخاري بيعمل شنو وطلب عامنه فتشوا البخاري ما لقوا عنده الزول داك السغرب في النهاية عمال السفينة قاموا عليه وابخوه اتقوا له وعملتنا لاخبطة وما في قروش زي دي في السفينة وابخوه ونهزره الامام البخاري مارك منها سليم بعد داك قاو راجع الزول داك قال له يا اخي انت ما قلت لي عندك كده قروش دي هدته وين قال له القيادة في البحر كيف قال له تنغي مبلغ قيادة دا في البحر قال له يا هذا اني قال له جمعت من ديني و سمعة الحسن عند الناس او كما قال في سنين عديدة وبذلت لها وقتي وحياتي افا اضيعها يعني اضيع ديني بعشرين الف دينار اضيع بو ديني خليه تمشي لكن في النهاية ما اطلع انا حرامي واطلع ما في صحيح بخاري تاني واطلع ما في حديث يجيبوا الامام البخاري دي البعوه على كله باعوه بيشال شال يا اخ ما تخاف الله بيشال ما تخاف الله بيمرتب تبيع دينك طيب خلع كلهم طيب قال لبس شنو الصدوق ولا شنو بالنسبة للنساء تبرج ما حكم اللبس الضيق بالنسبة للنساء قال تبرج ما حكم بالنسبة للرجال النبس الضيق يعني كتضييق البنطال وما يسمى بالكوباية وما حكم الترزي الذي يضيق البناطين والقمصان والعبايات علما بان هذا العمل مكسبه يا اخوانا قبل كده احنا تكلمنا عن مزارة التبرق التبرق له بتاع الرجال والنسوان ذه ما بجوز يا اخوانا الرأي انزاته ما يتبرج انت البس اللبس الفتفاض الواسع البسترك ويحفظ رجولتك انت ويقيمك عند الناس برجولتك تمام لانه ده فيه محزور شرعي ابراز العورة بالنسبة للرجل المحرم كما هو بالنسبة للمرأة برضو حرام فالزول يتجنب يا اخوانا المسألة دي والترزيزاته ما يضييقه ترجمة نانسي قنقر